لشنت الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية ظهر اليوم في مدينة مأرب برنامج توزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني بالشراكة مع مؤسسة البركة التنموية الخيرية وفي فعالية التدشين الذي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية ثمن مندوب سلطة المحلية في محافظة حجة الدور البارز لرابطة العالم الإسلامي الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني باسم السلطات المحلية للمحافظات المستفيدة نتقدم بالشكر الجزيل للجهات الداعمة والممولة وعلى رأسها المنظمة العالمية للأغاثة والرعاية والتنمية ورابطة العالم الإسلامي ونعتبر هذا المشروع بداية لمشاريع قادمة بإذن الله تبارك وتعالى ويستهدف البرنامج 15 ألفا ومئتي أسرة بواقع سلة غذائية لكل أسرة تحتوي على أصناف متنوعة في عدد من المحافظات المحررة مأرب والجوف وشبوة وأبيان بالإضافة إلى نازح محافظة حجة من جهتهم عبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم للجهة المنفذة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة خلال شهر رمضان المبارك والتي تأتي في ظل ظروف معيشية قاسية متطلعين إلى المزيد من المساعدات التي تسهم في التخفيف من معاناتهم بشكل متواصل نشكر الذي ادعى للأسلال هذه في البرنامج الله يحفظه ويديله لها فيه وطول في عمره نشكرهم على المساعدة والمساعدة والضعفة والمساكين في الشعب الياملي في محافظة مأرب عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية مأرب